شكراً للمشاهدة نحن في هذه الدنيا أيام و ليالي وهذه الأيام و ليالي هي المطايا التي ندرك بها أجالنا و كل يوم يمضي يدني من الأجل والله تعالى قد جعل لكل أجل كتاب يبلغه العبد فكل إلى أجله سائر و لذلك ينبغي لنا أن نستاذكر و أن نعتبر والله سبحانه وتعالى من رحمته و حكمته أن جعل الاعتبار ليس في السنين و الشهور و الأسابيع بل في كل يوم الله تعالى يقول الذي جعل الليلة و النهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورها انظر غياب الشمس و شروقها تعاقب الليل و النهار هو محل الاعتبار لكن لما علت قلوبنا هذه الغفلة التي ألهتنا و أنستنا و أذهلتنا عما ينفعنا أصبح الإنسان ما يعتبر إلا بحوادث كبار في حين أن هذا الاشراق و هذا الغروب هو محل الاعتبار و للدكار و نحن ينبغي أن نستثمر أعمارنا العمر فرصة و منحة من الله تعالى يبتلين فيها الذي خلق الموتى و الحياة ليبلوكم أيكم أحسن و أعمل أسأل الله أن يعينني و أيكم على استثمار الأعمار في طاعته و أن يستعملنا في ما يحب و يرضى هذا هو الربح الحقيقي الله تعالى يقول و العصر إن الإنسان لا فيه خسر إلا الذين آمنوا و عملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصدر هذه سفينة النجاة من قام بهذه الخلال ركب هذه السفينة و من تخلف عنها تخلف نصيبه من النجاة بقدر ما تخلف من هذه الخلال نسأل الله أن يلهمنا رشدنا شيخ أزاك الله خير على هذه التذكرة